في العام 1926 شهدت منطقة سيدي بوسعيدة تونسية بيلاد الباج قيد السبسي رجل الدولة في عهدي برقيبة وبنالي مسار سياسي طويل خبره رئيس تونس اليوم منذ شبابه عمل السبسي في الحزب الحر الدستوري الجديد وبعد الاستقلال عمل كمستشار للزعيم الحبيب برقيبة ثم كمدير في وزارة الداخلية في العام 1963 عين على رأس إدارة الأمن الوطني ليعين بعدها بعامين وزيرا للداخلية كما تولى سفارة بلاده في باريس الفرنسية في الثالث من دجمبر سنة 1980 عمل كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد مزالي وبعدها بعام واحد كان في انتظاره منصب وزير الخارجية خلفا لحسن بالخوجة وعلى عهد زن العبدين بن علي انتخب الباجي قيد السبسي في مجلس النوابي في العام 1989 وتولى رئاسة المجلسي بين 1990 و 1991 بعد عشرين عاما من الغياب عن ساحة السياسية عاد السبسي من جديد إلى المشهد السياسي في العام 2011 ففي السابع والعشرين من فبراير من نفس السنة طلبه الرئيس المؤقت أنذاك فؤاد البزع وعينه رئيسا للحكومة المؤقتة بعد استقالة محمد الغنوشي في منصبه استمر حتى ثالث عشر من دجمبر 2011 حين قام المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقتة بتكليف حماد الجبالي أمين عام حزب حركة النهضة بتشكيل الحكومة الجديدة وفي سنة 2014 قرر الباجي قيد السبسي البالغ من العمر 88 عاما خوض غمار الرئاسيات وفاز بها بانتهاج سياسة يقول عنها قوامها النظام والأمن والليبرالية الاقتصادية